وزارة الزراعة ترفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لشهر رمضان وتبشر المصريين وزارة الزراعة بتكثف حملات التفتيش على اللحوم استعدادا لرمضان وجه وزير الزراعة السيد القصير بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحلات ومنافس بيع اللحوم ومنتجاتها والمطاعم بالتنصيق مع الجهات المعنية للتأكب من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الأدمي وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك كما وجه بالمتابعة والرقابة على جميع المجازر والتأكب من استفاقها للاشتراطات اللازمة وتقديم كل الدعم لها خاصة خلال شهر رمضان الكريم والعيد الصغير والعيد الكبير من ناحية أخرى قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم دعمها بالأختام والمادة السرية وكافة الأدوات اللازمة وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الآدم إحالة المخالفين لجهات التحقيق المختصة نشير أن وزارة الزراع تستعد لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات أبرزها التفتيش والرقابة على منافس بيع اللحوم والأسماك والدواجن والألبان ومنتجاتهم وتجديد الرقابة على المجازر وطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافسها السبتة والمتحركة معرض خير مزارعنا الأهلين واللي هينطلق أواخر هذا الشهر بمشاركة حوالي ستين عارضا من الوزارة وقطاع الخاص أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ترجمة نانسي قنقر